عشت وشفت حتى وليت كان مآمن وبشدة بللي أنه والوالدين إذا رفضوا ليك أنك تزوجي بشي شخص فما تحوليش أنك يتنقشهم في الموضوع أو لا تحديهم حيث في غالب الأحيان هاد الزواج ما كان ينجحش ولو سبحان الله وربما ربيك يعطيك بزاف ديال إشارات أنك ما تكمليش في هاد الزواج من الأول وكل شي تكون غادي عكس طيار ولكن تيها تقولي منه ما نخلاق والنهاية تكون أصلا بنت من البداية ولكن تيها تعميتي حقيتنا الليلة تماما شنو قتلكم دماغ فما تنشوفين لأنه حلقة اليوم غدي تكون طويلة شوية بزاف سلام سلام ومرحبا بيكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي كانتمنى لكم تكونوا باخر والأخير أموركم هانيا المؤنسة ديالكم عادت إليكم من جديد فيما كتشوفوني أو لكتسمعوني كانتمنى أن تكون أحوال ديالكم باخر والأخير غير بغيت نقول لكم بلي أنا مستعدهم عياد الأيام لأنه جايين حكايات اللي ربما يمكنش ما تيدخلوش الدماغ ولكن حقيقيين ومن واقع مجتمعنا العربي للأسف فالناس يبغوا يحكي بلي الحكاية ديالهم ما تنسوش أنا كنت تواصلوا معي على إنستدرامي هادي حكيتي لأن إذا تواصلتوا معي على سلاميليك لنقدرش نشوف المساجات كاملين والناس اللي صفتوا لي المساجات وما زل ما جاوبتهمش كنوا أكيدين غادي نجاوبكم إن شاء الله لأن كل مرة في الأسبوع كن ضربت للأعلى الرسائل جيلكم وتنجاوبكم واحدة بواحدة فاخر ما نتعطلش عليكم أكثر ونقول لكم يالله لنبدأ أنا دوجا بناربعة ديالخوت زوج دراري وزوج ديالبنات أنا هي الكبيرة في خوتي كنتمي لواحد العائلة اللي هي محافظة عايشين علاقتنا ما عندناش وما خصناش الحمد لله واخا الوليد دياللي ما عندوش وكان متقاعد كان صناعي وكي يتقاتل معانا باش مما كان وعمرو ما نقصنا مشي حاجة تقاتل حتى دار لنا دارنا وقررنا وذك شي اللي دار كان بجهدو ووصلنا ليه وعمرو ما حتملاش يواحد فينا باش أنه يخرج يخدم ويخلي قرأته الحمد لله أنا أنا غادي نعيشه بخير كنت القرأ عادي طفولة كيف ديالقاع الناس كنت بنيتا محبة الحياة وعندي بزاف ديالأحلام من بينهم صناع ديالبابا اللي كان كل صيف تعلمها ليه وكل عام كنت أمشي معانا المعارض اللي كانوا يداروا في أنحاء المغرب كامل وكانت يعرفني على ناس اللي هما كبار شخصيات فاش كي يجوا ويزورونا كيقول لهم هذي بنتي كتعاوني وهي اللي كتسبتك رادي الموديلات ديما مسكين كانت يشجعني ومفتخر بيه وحتى أنا كنت مفتخرة به في الإعدادة ديالي غادي نتعرف على واحد الشاب اللي كان شافني وانا ديك الساعة كنت مازال باقة صغيرة باقة اللعب مع البنات وما عنديش ذاك العقل ديال نخرج مع الدراري ولا نكون معاهم في علاقة حيثش أصلا ما كان فهموش وما كيدخوش لراسي كنت كان مشي للدار عقلي في غير اللعب ومالين الدار والواليد واخاها كان صاري معانا وكان تلهيبه ديالو حاضره وبقوة ما نقدروش نتزعزعه كان شافني واحد النهار كنات كان لعبه الرياضة وقال لواحد البنت اللي كانت تتقرى معايا باللي هذيك البنت دوجة كتعجبني وبغيت نهضر معاها أنا تخلعت وقلت لها لا عفك قولي لي هي بعد مني أنا ما تنبغيش بحالات شي قلت ليا هو را غادي تسنك حدا الباب تخلعت وقلت لها قولي لي أنا والله ما غادي نخرج غادي نبقى هنا ولا غادي نجيب ليه بابا العقل ديال الصغر المهم دلت الأمور وما بقاش تلقى لي وبعد مني كان وقع ليه شي ضروف غادي نبقى ليه بابا وما بقاش تقرأ وتقطعات تشوفه ما بقاش شي يباليه في المدرسة وخا كان ولد الحومة ما كنش كنشوفه قاع ذزت سنين ونسيته واصلا عمره ما جاء في بالي حتى الواحد النهار طلعت للتانوي في السيزيام كنت مع البنات وكان عقلي خاوي وعمرني اصلا مدويت مع شي حد كان نخرج غير أنا والبنات ونجو من المدرسة ونحطو شكيرنا ونمشو عند وحدة فينا احنا الصحابات كنا بنا ثلاثة دي الصحابات واحد نهار كان يالله بدأ ديك الساعة كيبة الفيسبوك انا ما عنديش البيس في الدار وما عنديش حتى التليفون واحد صاحبتي كان عندها ببيس في الدار وكنت مره مره كان مشي تنقاه غير كنت تفرج معهم وصف هو تلقى مع ديك صاحبتي وقال ليها دوجا تبارك الله كبرت وره عجبتني ونيتي ماشي خايبة ورهب الصحكة تجبني منين كانت صغيرة جاءت عندي وقالت لي يا دوجا راه فلان احنا نعطيه شي اسمية ديال عيماد قلت لي يا دوجا راه عيماد اعجبته ورهنوي معك المعقول وره تبارك الله كبر وخدام وره ميسر لي الأمور جاله هانتي شوفي غير تعرفي عليه واذا كان شي حاجة ديال الخير ضي سهلة لكم انا قلت ما شي مشكل سيمانا قبل ما ندوزل جي هاوي سيتقضي ليدك صاحبتي الفيسبوك وانا غاد نمشي ندوي معه في السيبير وقال لي يا شوفي دوجا خليك حتى تكملي امتحان ديالك واذا بغيت انتلقاه من بعد نهار ديال عيد ميلادي ديالك اللي كان اصلا بعد ذلك امتحان سوف يمشيت على ذاك الاساس وغادي انتلقى به ولي اول مرة باش ما اكدبش عليكم انا ملفة الحياة العادية هي اللي كنت عايشة مع واليديا ماشي اللي بغيت كنلقاه هلا حيش كنا علاقة دل حال ودروش واصلا ما كنش ملفة الهدايا عمرش حد ما جاب لي اشي هادية فهذه عيمات غادي يجيب لي واحدة السنسا اللي كانت زوينة وعجباتني وفرحتي بيها كبر بيها في نهار عيد ميلادي وقال لي كلام لي هو زوين اللي عمرني في حياتي ما سمعتو انا ذاك الهدرجتني غريبة وعجباتني وعجبني الحال انا وشي حد يهتم بيها ويرد ليها البال دوزنا ذاك الاشياء عجبني الحال وجيت للدار ولقيت صحابتي كي سينوني راكم هارف اللي عقنت على الصغر عودت ليهم شنو درنا وشنو جاب ليه من بعد بابا كان عندو حد تليفون القديم اللي غادي يعطيه ليه بقينا تندوي وانا ويا ميساجات مره 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 يا ايما تسغل فيها يا ايما تنهب طعا انت حبتي وكي نظر مع الفيسبوك وبقات العلاقات دينا غدا بحلاكة من بعد غادي يقولي يا انتي يا دوجة بنت الناس ومئدبة وحائلتك محافظة هاد البنات اللي انت يا كاتمشي معاهم راهم خفاف وانتي تبارك الله مرزنا ومماشي ديالوشك خاصك التفرق عليهم دار جميع المحاولات باش اننا نتفرقوا كانت يفرقني عليهم وكانت يعمر البلاصة ديالهم بقوة مكان كي تقرب مني والهدران اللي تيقول والاحلام اللي تنيعيش معا فيهم وانا ما كنتش مولف ذاك شي فبقيت كانت تفرق على صحابتي بشوية بشوية اذا مشيت الشي معرض مع بابا كي تتلقى لي ويجيبي الهدايا الروايح السبردلات الحويج كل شي داك شي اللي انا مولفاش به بابا مسكين كانت يكسينا من دخلة ديال المدرسة لدخلة او للاعياد قدر المستطاع ديالو انا في ذاكي عجبني الحال وبيضيت كانت تغرر في الباك ما جيتش انا وصحاباتي في نفس القسم وكانت صراحة جاتو مناسبة حتاش غدي نبقى مليهية غير به كان كي وصلني للتانوية وكي يجي تعرض لي بشي ديني للتار دازل باك وساليتو ودرت الجامعة وحتى هي كان معي فيها ديني جايبني وكل شي في ذاكي عارفني باللي انه ره انا ديالو حد دري وما كان حتى شي حد كي قدر يزعم عليها بقىت الامور غادي يباد طريقة غادي تدوز عامين وكل شي بخير وكانت الحياة الورضية معاه كان كل شي مزيان في الصف ديال ديك السنة كنت يعرف واحد البنت وراجلها اللي كانوا خدامين في واحد المحال انا ما عرش كيفاش جبدو الهضرة وقاتلي هيدا بغت تخدم دوجة فهد الصف انا نهضر ليها معا مولات الشي غادي نقول لها ونشوف هيدا بغت مني نقالي يا واشت خدمي قاتلي هاي المهم غادي تعييت لي ومشيت وراتني شو ندير جربتني لمدة ثلاث يام وبديت الخدمة في الاول كان صراحة القضية صعيبة وانا صغيرة ومعي ابنات لي كانوا كبر مني كانوا تحارتوا عليا وكنت تنصبر تنقول ماشي مشكل راني ملفة بابا وليفني الخدمة من صغري وليفني انا نتحمل المسؤولية وماشي مشكل حتى انا نهز راسي ولي بغيتها تكون ديالي فمن بعد بديت نشوف راسي انا نقدر نجيب لي اللي بغيت فاستمرت في هذا العمل شهر الاول جاني فيه الفين درهم قبل ما يوصل الاخر ديال الشهر الخليل ديالي عيماد قال لي يا دوجة انا راني مزير وخاصني نجيب شي سلعة حيث كان عنده واحد المحل ديال حويج ديال درالي دياله المهم قال لي انا الشهر مزير قلت لي ماشي مشكل انا رخصني ضروري نعون بابا شوف انا غدني اعطيه الف درهم وانت غدين اعطيك الف درهم فعلا انت كشي لادرت الشهر الثاني خدمت وخدمت مزيان و جاتنا كوميسيون و جاني صالير لي هو زوين فهو بقوة ما كانت يشري لي الكاضيات فاش كنت تنقره عندما يصل العيد ميلادو كنت اشري لي رحة عادية و من عنده الماكياج عمرني مش ميته فيه واحد المرة شريت لي واحد القرميتة عمره مدارها حيث كانت يجيوه الهدايا ديالي ماشي في المستوى انا من خدمت قلت صافي سنعود ليه قاعدك الشي اللي لم يكن كنت ندير لي من قبل فكان احد انا واحد المحل عجبته واحدة سبرديل ديال الاديداس اللي كانت كولكسيون جديدة ب الفين وخمسمية درهم و انا ديك ساعة كانت صالير اللي هو فيها الفين وخمسمية درهم و الكميسون بعد خطرت تقدر توصل حتى الالفين درهم في ديك الشهر جاتني الف وخمسمية درهم ديال الكميسون و الفين وخمسمية درهم في الصالير فش دخلنا لديك المحل و عجبته ديك سبرديلا بقات في بالي غير وصلني الصالير ومشيت شريتها لي وديتها ليه طار بالفرحة انا حرمت راسي وما خليت لي حتى شي حاجة من غير باش نقضي شي شغلات ليه مبساط ومالين دارنا ومعطيتهم موالو وحتى ماما قالوا لي اتشي حاجة وبقيت غادا كل شهر توقف علي فاش تقرب بالاخر ديالو ويقول يا دوجا خصني سلعه سلفيني اقرب الشهر ونردليك و انا بقوت ما هو كان مبرعني بالهدايا قلت اجنت هلا فيه ولكن انا مش عودته في الهدايا بزوج مرات ولكن عودته بالطوب بالزاف ديال الارقان تخيلوا معي ما كنت كانت حاسب معه قاع اذا الدنيا ناكله شي بلاسة انا لكنتنخلص وانا كنت يعجبني الحال كنت تنفرح انني نفرح الناس كنعطي بلا ما ناخد وخاكت مخصوصة حتى قلت انا اللي تنشده بدك شي اللي تندير بدك يتنفخ عليها وانا صافي هنا في مبديس كنبغيه وتنقول غدا نعطيه شحال ما بغى غريب قامعي قلت على ذاك الحال دوزت عام كامل وفي الخدمة غدا يوصل الصيف وقلت لي رابابا بدأت يعاقب شنو بيناتنا حيث الناس يقولوها له ماما قلت لي راه ما صالح لك وعايته حتى هي ودف خدمتك ولا رجع لقرأتك وبعدي من الزواج دابا بابتي يقول لي بعدي من بنتي انا تنقول لهم لا والو من نومناش الخلاق انا تنبغيه وهو كذلك عندما قلت صممت باستخدام الخطبة بدأك يتكبر عليها او يقطع عليها التليفون والسيد بحيلة مانواش المعقول كل شي اعرفني بلي انا معاه ووعد او لديه زيد نقص ولكن وخاها كاك صممت على الخطبة وقلت لي هولو اجي خطبني ما يمكنش لكم تخيلوا كيف هكذا الخطبات تحكست لي من الاول وانا تنبغي الله سيح وتحرقت لي يدي وديك البنت حيات ما تقدليه في الماكياج وما بغش يطلع ومع ذلك ادخلت للدار اغسلت وجهي وعودت الماكياج كله خفيف حتى مشاعري سنحل ودرت مشطر رأسي المهم دك شي كله كان عكس التيار وانا كنت مسممة انو دك السيد والو هو اللي غدي ناخد اغجي في الخطبة هو عائلته وما كبروه بيا الصراحة جابوا الورد وحلوة وجاب الخاتم لي اما هو ما جابش لي الخاتم مكين لطمار لحليب لها هدية ماما مشت كتجري كتجيب التمر وكل فتراتها ضير البسطيلة والحلاوي لما اخرى هما جايين منفخين بحالة بززع ليهم شي حد وركن منحقهم حتى انا اللي طيحت براسي ما تشرتش وما قلتش لي شنو تجيب فبابا مبغش هات زواج وقال ليهم انا ما عندي بنت الزواج الربح عندي تبقى معايا وانا بتكا نقول ماما عفك قولي لي هنو ما يعكسش لي راتي تنبغيه وانا 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 مسكين شافح تاعي ودار ليه في الاخر خاطري وقال ليهم الله يصخر بدأو كيدوي على صداق وانقذت اممت عيماد كدقول البابا يباقول لي ناشح البغيتي سمعي يا افلانا انا ما عنديش البقر اللي كيتباع ويتشرا انا بنتي تهلو لي غير فيها ما عنديش معز منها وعندي الربح انها تبقى ليا هي اول وحدة في ولادي وراني كان بغيها مسكين بابا بدأ كيبكي وبحيلة كانش حاجة اللي مفروضة عليه كنت بالاحرة انا اللي فرضها عليه بدأت الخطبة وانا بقيت السامرة في خدمتي بقنا لمدة 6 شهر وقال ليهم بابا شوفوا انا ما غاديش ندير العرس لأولو غادي ندير قليسة وصاف حيث ما عنديش وما غاديش ندير كريدي قالوا لي صافي حتى احنا ما غادي ندير والو فامشينا على هذا الاساس وبدأت كنشري كل شهر شي حاجة فاش كنت 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 تتخلص كنت شري ببيجاما تحويجات المهم كنت معاولة انني نمشي بدأك شي اهمى ويزوين والتي تعجبني كل شي شريته من رأسي هو مشره لي والو ومعطني لصداق لا والو واحد نار كنت خارجة كانت ري نانوية هو يقول لي يا دوجا رأى الوالدة ديالي بغادي دير عرس وقال لي بللي انه شحالة دي حنا ما فرحناش وواحد اختي رأى جاية عطلة فبغاوا يديروا شي مناسبة يفرحهم جميعين قلت لك قلت لك عماد دارنا رأى ما عندهم وما قدش نزيرهم ولا نقول لهم حتى شي حاجة وانا اللي عندي سنعاون به معدو كنت خدامة سنضير واحد القرعة وقال لي فيها خمس سلاف درهم شديتها وجاء عندي بللي قال لي يا واش وجدت ذلك الامانة عندك قلت لك قلت لك رأى وجد عطوها لي البنات اعطي شنو داري اجي معي انا غدي مشي انتقدشي سلاع اعطاني لك خمس سلاف درهم وخليني مني الوالدة ديالي صافي واخنتو ما تعرفو انا غدي نعطي كنت اقول لها الماماك من البيت صافي كوني هانية وانا رمى ما بينتنا شهد شي وعطيتها له هذا الوقت وانا خدامة وانا اللي تنشريد هاتي ببوحدي حتى من ذهبي انا اللي شريته وعلاقتي وانا خالتي مسكينة جابت لي واحد غورميتاء اللي مسكينة هي اصلا ما عندهاش وكلفات على رأسها هاد المدة كلها قبل العرس عمرو معي طور ماما ولا عرضونا احتى ماما كذلك ووليديا كانوا ديري لي الخاطر وتيي قلوه منين بغتي الله يعاونك وما غديش نقفو لك فطريقة فعش غدي قرب العرس غدي مشي القروض الصغرى ومشيت معي ماما وخالتي باش يضمنوني في عشرة لاف درهم باش انا نزيد نكمل فمشيت شديد ديك الفلوس ومت عيمد هي اللي غدي تشوف لي النقافة وانا اللي خلصها ودهك شي اللي بقى اعطتوا ليهم كامل وصل العرس وحددوا لنا الناس اللي كانوا صراحة قلال كانوا زوج صحاباتي وشي قليل من عائلتي اللي ما قدرتش نفوتهم حيتاش اعطوني عدد محداد ما فتناش ثلاثة ساعة طبلات وصل العرس فجدرت زوج البسات بابا مشا في حاله وما قدرتش يكمل انا بقى في الحال وعرفت بلي انا وبابا ما راضيش على هاتي الزواج ومن هاتي بغيت نقول لبنات اذا والديكم تعكسوا ليكم في شي حاجة وما راضيش عليها وبالاخص اذا كانت علاقة ما بينك وما بين والديك مرتبطة عمركم ما تديروا داك شي اللي هما رافضين قبل ما غدي نلبس اللي بصها البيضة غدي تجي نقاف عندي فودني وتقول لي يا عفك بنتي خسك تكملي لي الفلوس دابا علما انني اعطت لي المطعيمات قاع الفلوس باش هي تتكلف انا في البرزة والناس يشوفوا فيها وبابا مشا كل شي تتعرم عليها وياك تقول لي الفلوس وانا بالصح ديك الساعة درهم ما عنديش قلت لها غير وخا وخا واخا وانا مخربقة ندخلت وبدأت نقول لها علش نقافك تقول لي الفلوس وانا اعطتكم الفلوس كاملين تخيلوا حتى مبزامي كان شداخته انا ما فاهمة ولو اماما كانت منبوضة وما كينش ذكي القضية هي تدخل معايا مسكينة كيف جميع الامهات كانت غير قلسة وكاتبكو كاتشوف ودازدكش باش معطله المهم وصلت للبسة الاخيرة وهنا مع الشوطرالية يعني لي صراح سيت بحيلة شدتي شي فنيتا وبدتي كتحفري فيها انا لبسة اللبسة وما كان شوف والو مرفوعة وغيرتان بكي سالة العرس مشينا مباشرة لدارهم ولقيتهم ممو جديلية والو بيتو كانت ما زال فيها بلاسة وحدة انتع المراهقين ما في حتى شي لزار ديال العروسة والحواج كلهم مليو حين دخلت له بحلقك وبخد كنت نطرف فيه هو غدي نعس وانا الليل الكامل كانت وجاء بعيني صباح بكري كان نعيت لبابا تنقول لها اجيع تقني راه عيني غادي تخرج لي مبلسة ومعنديش فلوس تخيلوا معايا ما قدرش نمسح الماكياج كله وما قدرش نحيدك الشعر لي كان زيد لي يا فراسي جاء بابا مسكين الداني والفرمليات كلهم كيشوفوا فيي وتيقولوا هادي مسكين بقى حروسة يلا جاي وشنو طاري لها داروا لي يا الرادي وقلبوا لي يا عيني ما لقوا فيها والو وانا عيني اليسرا ما تنقشع بها والو من غير الضباب سأعطوني واحد دولين بعد 15 اليوم بدأتك توضح لي الشوفة ولكن قبل هذا 15 اليوم رجعنا وكان داك الصباحي دي العروسة وخاما كان الصباحي الأولى جابني بابا حطني ومشى سيأتي ودارنا سيكبروا بيها وداروا لي التقاليد الفطور بالتقيقية واجينا للدار تخيلوا قالت مفصلة ديالهم مع صحابتها موقفت مكبرت بيهم ما قلت برحبا بكم وأصلا حتى شي حد موقف خالتي ما عجبهمش الحال وما رضوش وماما كتقول لها كيفاش انا جايب عائلتي وانتي ما قلت تحت تتقبلينه ما وقفتي ما كبرتي بينا صدقت واحد بنت خالتي بدأ بزمعهم وبدأوا كيعيروا في عائلتي وطيقولوا بالليحنا مهجمين عليهم وهذي 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 ماما حطت داك الشي كامل وخلطت تخيقية وقالت لهم غير سيروا بحالكم الله يعونكم حطت لهم الفطور ورجعوا ديك الساعة مسكينة كانت انا ذاك غير كتبكي انا جوني الأعصاب وطحت تقول لي هما عفكم عيطوا لي غير على بابا انا ذاك ما كنت شو عيبت شي كامل بقيت تندفع عليهم تندفع للعائلة دي الرجلي وتنقرها عائلتي اللي غلطة وباللي هما مدروا له وإذا حماتي موقفات شراها أعادي غير عائلتي اللي كبروا الموضوع جاء بابا بقى كواسيني وعنقني حتى ارتاحيت وعدم شوخلاني بعد مدرسة 15 اليوم رجعت الخدمة وبدأت قيل فيها النهار كامل كان جاء بالليل كان ندوز عنده الحاند وكان نتعشوا كل مرة فيه وما كان طلعوش لعند دارهم ونهار روبو ديالي كان هزح ويجاتي من موسخين أعزكم الله وكان طلعوهم لدارنا فين كنصبونهم وكان مشي الحمام ونبت مع ماما حتى اللغدليه وتمشي نيشا للخدمة وأموري بقى تغدى بحال هكا سندوز عام بنفس الطريقة وبدأوا المشاكل مع دارهم ومع أخواتهم ومرتك متكبرة ما كانت طلعش لعندنا خاصها تجي تولي يتقلس معنا علش كنتمشي لدارهم وتصبن في دارهم وعلاش 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 أنا كنت دائرة بحالك حيث هم كانوا مطيحين بنا من نهار الأول فقد نعطوهم امتقار بقيت في ذلك البيت كنسد علية وإذا اجبت شي حاجة كننكلها فيه وصاف بقيت عليه بغيت نسكن ببوحدي ده بنتخد دامو حتى أنا رب إمكاننا أننا نكريو لا ماشي دابا صبري وغادي نضيع راسنا إلى مآخره أنا هنا غادي نقرر باش أنا نهز كريدي محدي خداما ونمشي ونرهنو وإذا القينار هنا بلكرة غادي تكون أحسن قلت لي شوفا عماد أنا غادي نرهن بذيك الفلوس كاملة اللي غادي نشد وانت تكلف غير بالمصروف قلت لي يا صافي وخا ديري اللي بغيتي مشيت البنكة وهزيت سبعات دي المليون كريدي ومشيت عند أمه وقلت لها خالتي نحن إن شاء الله غادي نرهنو لو كيفاش واش بغيت تبعدي علي يا ولدي ميمكنش تخرجو وأنا عاطيك بيت في الدار لتحسن وش كلي خسرليك الخطر وإذا بغيتي قاع نعطيك الدار كاملة أخوديها ما عنديش مشكل غير عفك والدي بقالية وأنا بغيت نشوفوا اللي داتكم هنا وبغيت وبغيتوا بغيس لما يمدك تتبو حد ديلا أكست لي الأمور وما خلتنيش مش نستقر هو قل لي يا شوفي أنا ممكنش تخلي ميمتي مع العلم فاش جاي خطبني قل دارنا غادي نقلسوا مع دارهم غير ست شهر وغادي نخرجو قلت ما عندي ما ندير وصبرت وهنا غادي القراسي حاملة وأنا ما عارفهاش قلت صافي دي المولان هادشي الحمد للعليا مرحبا بيها وفرحت عجبني الحال يقدر هاد البيبي ليفكر شي صلاح العلاقة وهذه وهذه وفرحت بقيت كندوز الأمور بهكا فقط مالذي من البنكة وقلت في البلاس مأني نبقى أنا أعمال عند الناس سنجعل شي مجرد ومنه سنجعل التريطة وفعل ذلك ما كان قررت أنني سنجيب السلعة وبدأ نعمل على راسي وعنده أصلا الكليان ديالي وقف عليها عيمة وقال لي ها أنتي عفتش نو تدري سلفيني غير واحدة عشر لا فدرهم نجيب غير شي حاجة دي السلعة واحدة السيمان ونرد ذلك مشيت للبنكة نيشان وقلتها وعطيتها ليه وقلت صاحبه وقلت وقلت لي بس ستة ديال المليون وقلت لي ها الذي سنجري بهذا الشيء الذي سنجري ونبدأ نعمل من بعد سيمانة بدأوا تدفعوا الشيكات عليه كل سيمانة لمدة ستة شهر سبعة ديال المليون مشيت ليه وانا ماشي ديالي راه واخدها غير كريدي كل اثنين كيسبح شيك واختكم كل مرة غدا جابت فلوسك تخلصهم تقول لي راني حاملة ما بغيت نولد في سبيطات الدولة وانا مرغيت نتكرفس وانا مرغيت نوجد ونشرى وخصوصا انه كان عندي زججي لتويميات قال لي شوفي ادوجا هانتي قاعد شيء الذي قلت معي راني عمرني من سهلك قلت معي ستبقى تعطاني 100 درهم كل نهار قال لي يا صافي وخاء بالصح الشيامات سيبدأ يعطاني كل صباح 100 درهم ما فاتتش تقريبا 15 اليوم هو يمشي عند بابا الحانت وقال لي عمير ابنتك مزيراني وعيش معنا في الدار ومكانت تقضى ومكانت تحاجة ويعطاني 100 درهم في النهار وانا رأى بزاف على لي ما نقدرش نعطها لها بابا عيط لي يا بنتي راجلك راجع عندي كي تشكالي 100 درهم رأى بزاف راه وعلى قد الحال ندير لي 50 درهم اخبيها وغادي تكفيك وانا راهها معاونين بابا ما عارف مسكين والو وديمتي يقول لي واش عندك فلوس عندك نتي تفرطي في خدمتك وبدأت تخبي فلوسك وامسكين مفرس والو الزوج الكريم بدأت يعطاني 50 درهم وحد ثلاث ايام بعد ما بقى يعطاني والو والحانوس غدا وكاد خوام السلعة في انتي يديدك الفلوس في انتي يصرفها الله اعلم بدأت المدة غادي نولد ابنتي في السبيطار غادي نولد قبل الوقت وكان خاصهم التحاليل والدم وانا ما عندي حتى ريال ولا حتى هو كانت بقى عندي شي بارة كمتاع الذهب شي حوالاق وسنسلة وخاتم والعمار انتها واحد السنسلة اللي حيتو حيتو واللي بقى قلت الماما هاكي هاد الشي فاشي جي عماد اعطيهم ليه باش يمشي دية تحاليل لبنات ويقدل لهم الامور وورا عارف الدهيب عند من خديت ايشو غادي يدير عيمشي به قاعدك شي وخلص بهم شي شي كاتو حد اخرين وخلاني الله الله ما اعطاني حتى ريال وما خلص تحاليل وما دروالو عاد جاو دارنا وكيد تقاتلوا وقدوا لي الامور ديالي كاملها وبابا قاد لي واحد الورقة انتع الرامد باش انا نخلص على بناتي في ذيك الكوفيز اللي غادي يعيشوا فيها واحد المدة ديال شار وانا ما عندي حتى ريال المهم سلي كنا الامور وبناتي عاشوا بالقدرة الالهية لا غير تقاتلت معاهم ومصبرت وكان صعيب باش انا ومعيشوا المهم عانيت معاهم سيمانا اللولى منولاتي جيت البطار عند امه بلابيهم وهما في الانعاش وتخيلوا والله ما عتقوني حتى بشي حاجة انا نناكلها غير باش نخرج الحليب باش نصفطوا لهم وعلوا حتى يجيوا بالليل وكان قوليها كيفاش تدير لي ديك البلوبولة وكيفاش تدير ليها وكيفاش بطاليا معاشي حبة نزع التمر هذا الشي اللي كنت اناكل ما خلنيش مشي نقرس في دارنا كنت كان عييتي الماما هي اللي كانت تقادل لي السوبة وجيبها لي في التيرموسة وتخيلوا معايا ما عنديش كيفاش نسخنها وما كان نشي طلع لي ويقول يا شو نخصتها فلانا في نفس الوقت بقيت غادة كان زور في بناتي اللي قاتلي الطبيبة باللي انا وضروري تشديهم وتقلسي معاهم باش يحسوا بالحنان المهم دوست شهر كان مشوا وكان جي وكان طلب الله يعيشوا وفعلا عاشوا وكبروا وخرجتهم للدار وجبتهم وهنا بديت كانت تقاتل معاهم بوحدتي وحتحد ما كيها بطيعا واني كنت كانت تقاتل في اول جربة دي وموابعيدة عليا وزوج ديالبي فلكم انت تخيلوا الحالة كيفاش ستكون ديالي تقاتلت معاهم ودوس معاهم ستشغور تفضوا كيش دوشي شوية فراصهم وبديت كانت تدوم الماما ورجعت تنخدم والراجل غادي تلقى الحانوت وبقى عاطيها غر الله ومالي لبنات الفيسبوك وضيما تحصلوا شرابات الغبراء وجميع انواع المبيقات وليك هيديرهم كانت يعيفني وعيت معاه الله يهديك يا هذا الرجل هذا الشي اللي كدير ما مخرجناش لماذا تبتلتي انت اللي خليتيني وانسيتيني وانتي وانا انا انا غرقا في خدمتي حيث اذا ما جبتش لدوك البنات الحليب وليكوش مكينش ليجيبهم ليهم وانت كانت دابزانا وياه ونحصلوا مع البنات بزاف ومنافعني بوالو ما عاطني والو وقاعدك شي اللي كان قبل الزواج خصفه مع الهواء وانت انا وبناتي في بيت وهو في بيت تيجي حتى الأشمن وقيتها وكله دايخ واحد نهاز غبني الله رقيت واحد المساج انتا واحد خيتي في التليفون دياله غادي ندخل بالكونت ديالين عنده وقلت لها هذا اللي كتدوي معاه ارى مزوج وبولاده لا اختي ما بينه في حتة حاجة اللي كتدعي بلي انا ومزوج وكون داير لك الشانة لا لا مايجيش بداي يدوي معايا النهار كامل وهو حاضيني وتابعني وا 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 ما خلت فيها غير لينسات غادي تتورج معادي معاه وغادي تحطاه في واحد القروب في فيسبوك وتبدع لهم هاد خيتي رجل هكي تعنب عليا وما داير لي عقيمة ودبا جايك تتحسب معايا انا شو هاتني في ذاك القروب؟ واحد دري اللي كان دخل بفوكونت لذاك القروب قال يا اختي راني غير بغيت نصحك ناصحة الوجه الله انتي بقينا فيك بلي انا كي بنت الناس عمرك ما تحت طراسك باقي ما زال في هاد المواقف اذا رجلك فاسد ولا خيب وممسلككش تفرقي معاه واذا انتي ما زال بغاه وتيدير هاد الشي عمرك ما تحت طراسك في هاد الشي ارادوا كل الناس ماشي دي الهضرة شوفي شنو دارت لك قلت لي شكرا اخويا ومشيت لعند راجلي واش عشبك الشي اللي طيحتني فيه شوفها دخيتي شنو دارت لي ايواش الدكتة معايا انتي اللي طيحتنا في هذا الشي ماشي انا ورد علي اللومة والخصة كلها انا بقيتش حال دوزة باش نسيتها ذاست هادك ومن مرها شلاح واجوه اخرين طلع ليا الدم وزيت ابناتي ومشيت في حالي لدارنا قلت صافي هذه التوبة سنتفعت لها جاتي بكي وكيشكي امو لا بقعي وما تديش ابناتي وخصكم تقدو وخصكم تتبرع لبعضياتكم مهم كتخربق عليها قلت صافي قلت نرجع ماشي مشكلة ارجعت صراحة وما تتبتت حتى شي حاجة وبقية الامور كيفما هي غير غدا وكتكفس واحد من نهار في دارهم عيت ما نعيت لي فين كايماد اجي فين كايماد اجي وهو سكران مع اصحابه وانا عارفة الدار اللي كانوا فيها قلت لي اذا ما اجيتش غادي نجي نوقف عليك الدابة ونجيب لكم البوليس قلت قلت لي ايه اللي عجبك ديري وكيت تحداني تخيلوا خليت ابنتي ناسين وخرجت مع الزوج ديالليل وهبط لعند العساس متع الحومة وقلت لي جيب لي طاكسي صغيرة دابة جابوا لي مشيت فيه حتى وقفت عليهم في واحد الفيلة كندق كندق ماذا سيخرج عندي مول فيلا شو بغتي اعيت لي على عيمات دابة خرج عندي قلت لي هلا قدامي ودابة غير سيري دابة نخلط عليك تخيلوا معي الزوج جيالي وفي يامات البرد وراجلك يقول لك غير صافي سيري دابة نخلط عليك انا مادش نتحرك حتى تزيد قدامي وهذا راجل رك عندك بنيتاس شو بغتي نمشي عند والدي ديارك شو هتيني قدام دارنا وما ترداش حيث انا اللي اختارتك ومو بغيتهم شو يقول لي يا انتي اللي بغتي تحمله المهم قلت معه يالله يالله هتديته للدار قلنا كان دابزو وبدك يسب فيه وكيعيرني انت غير معقدة وفعلة وما كنت تفهمني وما كنت تظلوش فيها ذلك الشي باش كان مشي عندك البنات انا فين ما جيت خاصني لقاك لابسة هادي وديرها هادي وهو ما خصوه لا يخدم ولا يتحمل مسؤولية ولا يديروالو غادي طلع ليها الدم بزاف وانا ذاك بابا كنا تيبني واحد دار اللي غادي يبيعها وشرا دار واحد اخرى اللي يمشوليها بابا غادي يقول لي يا هادي البنات رهبناتي والله يجعلني منذرهم فالحالة المدنية ديالي انتي يا اجي وراك ما عندي شرخيصة وخات ولدي حتى عشرة جيبي ولادك ومسائلكم راحبابك فعلا اول حاجة غادي تدخل ديك الدار جديدة انت عبابا هي بيتي كامل لي انا اللي كنت شاريه وما نكذبش عليكم ما خليت لي هوالو من غير البيت برحيطة ديالو اخاوين وغبتت في حالي وزيت ولادي وشديت هونطا ورجعت في حالي الدار ودخلت وقلست ودارنا بدوتي يجو حتى ومو يجيبوا الرحيل ديالهم وبديت كان رتحنا وعنما الحكاية ما زال ما سلتش وياريت كنت توقفت القصة هنا لانو ذاك اللي غادي يجي من بعد ما تيدخلش للراس غادي نخليكم انكم تكتشفوا في حلقة الغد ان شاء الله وخا عارفكم بلي ما كتعجبكم شهاد القضية ولكن راح نوصلنا تبارك الله نتساعة في الحكاية فما يمكنش لي نزيد اكثر غادي نخليكم تكتشفوا الجزء الثاني والاخير اغدى ان شاء الله كنوا في نفس الموعد ديال اليوم ومكراتكم شأنكم تقولوا لي شنو كتتوقعوا في التتمة ديال هاد الحكاية باش نعرف السيناريوات اللي قدروا يكونوا تدوروا للكم في الرأس فدومتم في رعاية الله وحفظه اعتدر مرة اخرى انتلقوا غادي ان شاء الله سلام سلام شكرا